وعلوم الإعنم صباحك سعيد وصباحك أسعد إن شاء الله إذن سيد هادير نتكلم بصفة عامة يعني ندخل فيها الأسبوع الثالث لهذه الحملة الانتخابية الملاحظة على أن هذه الحملة الانتخابية مرة يعني كان فيه تنظيم وكذلك هدوء لم يتم تسجيل تجاوز حتى أنه سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تدخلت فقط لتحديد سياق الزمني لتدخل المترشحين عبر وسائل الإعلام سؤالي لك هل ما تم تسجيله من هذا الهدوء دليل على تغيير المسار السياسي وأن المسار السياسي سلس اليوم في الجزائر أكيد شكر لك ولمشاهد الكرام أولا المسار الديمقراطي الذي تنتهج فيه الجزائر من بداية التسعينات يعني الديمقراطية تكتسب سنة بعد سنة وتجربة وتضاف إلى الرسيد مثلا في هذه الانتخابات لاحظنا بأنه السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات لعبت دور لعبت دور وي مشكور على ذلك خاصة في في الاربيتراج كما نقول في إطار التحكيم الوقتي بين المترشحين الثالثة وعملت بمبدأ بالانس اندفار يعني سياسة التوازن والعدل بين كل المترشحين في إعطاء للحول الولوج إلى وسائل الإعلام وإلى الحصول على تغطية متوازية من وسائل الإعلام سواء العمومية أو الخاصة كذلك لعبت دور السلطة في في مراقبتها وحرصها على عدم التجاوز في كلام البائد أثناء الحمل الانتخابية من طرف المترشحين وهما مشكورين كذلك المترشحين أعطونا روح رياضية جديدة عندنا الاسبري سبورتيف هو مكشفه طعن في بعضهم البعض كما لاحظنا في السابق في بعض الحملات الانتخابية وهذا الشيء يدل على أنه المسار الانتخابي ينضج في الجزائر يعني يوم بعد يوم نرى تطور كبير لأنه الديمقراطية ما يمكنش الحصول عليها يعني في باك واحد في يوم واحد نصب النظر نلقى مجتمع الديمقراطي لازم له الكمبانيوم ولازم له المرافقة ولازم له السيرورة ولازم له التوفير الجو للوصول إلى المسار الديمقراطية الحقيقي خليفة قد وضيف نقطة بالنسبة مثلا تابعنا المترشحين سيد حساني وأوشيش بما أنك تكلمت وقلت على أنه كان فيه روح رياض يثمنوا بعدما جاء في برنامج سيد عبد المجيد طبون سابقا يعني وكل الإصلاحات التي مرت بها الجزائر وهذا شيء جده إيجابي عدم نكر الجميل هو في حد ذاته ديمقراطية هو في حد ذاته التطور وسلوك سلوك حضاري أنك ما تنفيش ما أنجزه ولكن أنا نقول الخصم منتاعي هاوش أنجز وأنا هاوش رح نضيف إذا عطيتنا ما أصواته وهذا دليل على أنه مرة أخرى أنه المترشحين نوجه لهم يعني شكر كبير كبير بأنهم حافظوا على انسجام المجتمع لاحظنا في الحملات الانتخابية زائد من خلال الطعن في تاريخ الطعن في الشخصية وهذا المرة التازمه هذا يعود الفضل كما سبق الحديث هو الدور لسلطة الضبط وكذلك الدولة هذه المرة وحاضرة فعلا لبرزنس دي تاشفنها بعيننا وهذا ما كنا ننادي به دائما لما تكون عندك دولة قوية كل الأمور تمشي لأن الدولة هي الغار وهي الضامن لوسائل العلام للسلطات للمترشحين توفير الحرية توفير الأمن كل هذا يعني وفرت الدولة كالوجيستيك من قبل الانتخابات طيب في المقابل كشفت أيضا هذه الحملة الانتخابية خاصة في الحملات الجوارية الوعي الكبير للمواطنين يعني على دراية بأشؤون الداخلية والخارجية كذلك للوطن خليني حتى نقدم مثلا أمثلة سيد مراد في ولاية عينتي موشند كان فيه نقاش حول أسعار السردين وما إلى غير ذلك سيد أشيش في ولاية جيجل كيف هي نقاش مع المواطنين بالنسبة كذلك سيد حسني في ولاية البوليدة هل هذا يعني دليل أو حتى تبعنا أن المترشحين اضطروا لتقديم شروحات هل هذا عنده علاقة بلغة أو الخطاب المقدم من طرف المترشحين سهم كذلك في هذا الأمر له هذا المرة ما لاحظنا في الحملة الانتخابية هو اعتمادهم أنا كأستاذ نقرر الاتصال السياسي بالمدرسة هو اعتمادهم على الاتصال المباشر وهذا العملية الاتصال المباشر فيس تو فيس مع المواطن وجه لوجه يعطي ثقة للمواطن لأنه هذا المترشح هو عنده سلعة في الآخر حبي يبيح ولما يقترب من المشتري لازم يقنعه لما ينزل المترشح سوى أوشيش سوى حساني سوى المترشح الحور عبد المجيد تبون للشارع ويحاور ويسمع الكلام للأسعار كفراهن وعاناة المواطنين المواطن لما يرى المترشح أنه مهتم بهذه القضايا يقتنع يقتنع بأنه هذا المترشح هو جزء منه مهتم به وليس جيم الفضاء وهذا الأسلوب هذه المرة النزول من القاعة إلى الشارع هو تطور كبير في الحاملات الانتخابية وهذا مؤشر كذلك جد إيجابي على أنه الاتصال لما يكت الاتصال مباشر والنزول للواقع هذه السيمة من سيمة الجزائري حتى الجزائري يحب تقديره يحب أنه تنزل عنده وتكلم وتجلس معه وتفهم القضايا التي يرى هو مهتم بها حتى هو يكون عنده ردة فعل إيجابية وهذا المرة أنا متأكد أنه نسبة المشاركة ستكون مرتفعة جدا وتكون مشاركة قوية لماذا؟ لأنه الاتصال فعلا لقي استجابة من طرف المتلقي حتى المترشحين تابعنا على أنه قدموا شروحات وحاولوا كذلك إقناع المواطنين ونحن نعلم عقلية الجزائري خصوصا لعلاقته بالعمل السياسي صحيح لكل حتى الشباب كثير من الصورة النمطية تتكلم تقول لك الشباب اليوم غير مهتم بالسياسة عليك تارث أنا أقول لك مهتم ومكتارث أكثر فأكثر ويعرف كل المخرجات والمدخلات ويعرف ما هي المتغيرات ويعرف ما هي التحديات التي تواجه الدولة الجزائرية لما تتكلم مع شابه في الجامعة أو أحطف الثانويات يتكلم لك التحديات على الحدود يتكلم لك الظروف التي تمر بها الجزائر يحرف الأزمة الاقتصادية الدولية وتأثير على الجزائر إذن ما نكونوش يعني نهملوا هذا الجانب من الشباب بالشريحة كبيرة نقول بلي هذا غير مهتم أنا نتكلم بشريحة كبيرة ولذلك المترشحين هذا المرة أنا نظن عرفوا كيف يوجه رسائل رسائل يعني رسائل جدا مهمة للشعب الجزائر طيب بما أنك تحدثت عن الشباب ماذا عن برامج المترشحين المقدمة لشباب اللي طبعا نعلموا أن فئة الشباب هي ركيزة الدولة صحيح كل لاحظنا جميع البرامج المترشحين كانت تجمح من نقاط وهذه النقاط هي البطالة محاربة شبه البطالة اللي يطال الشباب خاصة أنه المجتمع الجزائري فتي ولكن هذه البطالة لا تقتصر على المجتمع الجزائري فقط هي ظاهرة عالمية لكن المترشحين رأينا بالأول اهتمام بالاقتصاد وهذا لاحظنا في برنامج المترشح الحرسي عبد المجيد تبون تقريبا الحمل البرنامج تعم مكثف كله على الاقتصاد وهذا شيء مهم اللي ما عرفش من أين تأكل الكتف ما هوش سياسي هو عرف أنه الحملة أنه الاقتصاد هو المحرك الأساسي سواء القضاء البطالة سواء جعل الدولة قوية سواء البحث عن مصادر من غير البترول سواء بحث عن العملة الصعبة لا يتأتى إلا عن طريق الاقتصاد خاصة ونحن نعيش في عصر اقتصاد المعرفة وهذا اقتصاد المعرفة هو كيفش نكري الثروة كيفش نكري العملة الصعبة بعيد على البترول والجباية البترولية وهذا لاحظنا في جميع المترشحين خاصة عند حساني اللي هو قال باللي عندي نموذج اقتصادي جديد وهذا نشكره لأنه فعلا الجزائر تحتاج إلى منافسة شارفة تحتاج إلى أفكار جديدة لكي تبعث الاقتصاد الجزائري كذلك المترشح وشيش مشكور على الكاريزما أولا نشكره على الديناميكية على الاقتراب من الشباب وهذا أعطى أمل كبير لشباب بأنه يمكن واحد تخرج علم سياسية في هذا السن يكون مترشح والدولة تحترمه وتوفر له كل شروط باش يكون مترشح وهذا دليل على مرة أخرى لأنه الناس اللي يقول لك لا لا الديمقراطية مزيبة في الجزائر الديمقراطية في الجزائر حقيقية ولكن تحتاج إلى فرسان يكونوا حقيقيين كذلك ما تكونش المجال مفتوح لمن هبه ودبه وفي الأخير يقول لك مكاش ديمقراطية اليوم لاحظنا بأنه نموذج صراحة في المستوى بما أنك تحدثت عن المترشح حساني وكذلك أشيش خلينا نعود لنتكلموا على الخطاب يعني شفنا الخطاب متقاطع بين يساري حماسي بنسبة لأشيش صيد أشيش وكذلك المترشح عبد العالي حساني يعني خطاب إسلامي هذا هنا هذه المرة التي مسنا يعني فيه وضوح على هذا التغيير والتقاطع بين الخطابات الصحيح هو أشوف الجزائرين تجمعهم الجزائر على خلافته قبل الثورة كان فيه يساريين كانوا فيه إسلاميين كانت فيه حركة وطنية لما قروا جمع 22 انطلق بالثورة المباركة في 1954 ذابت كل هذه الحساسيات والأحزاب والأفكار في بوتقة واحدة وهي الثورة الجزائرية نفس الشي اليوم الجزائري لما أدركوا بأن هناك مؤامرات تحك ضد الجزائر وهذا حبة من حبة وكريم من كريم هناك أطراف ظهرت للعالم سواء من دول جوار سواء من دول أجنبية بأن الجزائر تشكل خطر في المنطقة الجزائري يتنازع على هذه الحساسية وهذه فكرة هذا إسلامي وهذا يساري وهذا قبيلي وهذه فكرة بعبع ما عندوش اليوم ما عندوش فضاء في الجزائر اليوم تهمهم الجزائر قوية ومنتصرة وجزائر يعني تقف بالمرصد لكل هذه المؤامرات سواء السياسية والاقتصادية أو حتى ما نرى هذه المناورات حول الحدود الجزائرية هل في رأيك أنه اليوم هذا الهضوء وتنظيم في الحملة الانتخابية بهذا يستطيع أو سينجح المترشحون في كسب الرهان كسر العزوف الانتخابي أكيد هذا ما قلته في السابق قلت لك المنهج اللي اعتمده المترشحين هذه المرة اعتمده على منهج الاتصال المباشر وهذا الاتصال المباشر فيه حكمة جزائرية الجزائر يقول لك حسبني وكل حقي المهم دير اللي يقدر وبعد دير واش تحب هذا هو لما تنزل المترشح ينزل إلى الشارع ويتكلم مع المواطن ويتكلم بلغته ويشاركوا همومه أكيد الاستجابة ستكون قوية ولذلك قلت لك هذا المرة المشاركة ستكون عالية وتكون نسبة عالية وتكون مشاركة قوية لأنه هذا المرة أسلوب جديد في المترشحين ما اعتمدوش على القاعات بكري كنا نشوفوه القاعات وتكبير الصورة في القاعات وأنه هذا عنده حضور كثير هذا المرة النزول إلى الشارع التكلم بلغتهم ولاحظنا بعض الحوارات على المباشر يعني بعضنا حتى الرفض من طرف المواطن وذا من حقه يرفض أنه يرفض ما يستمش ولكن في النهاية عنده قناعة ربما بعد هذا يومين ثلاثة غير رأيه يقول أنه هذا السيد سأني على يعني بش نصوت لازم نصوت وهذا بش نقول هبلي في جميع الدول المتقدمة أول ما يصل الإنسان إلى ثمانية عشر ويحصل على الوثائق الرسمية أول حلم يقول لك نحلم بش نفوطي وحنا صارت صورة نمطية وكأنه الفوط هذا ولكن في الحقيقة اللي يتخلى على صوته يتخلى على أمانة وهذا الأمانة يسأل عليها لأنه هذا الجزائر الجزائرنا جميعا وهذه الجزائر قدمت لنا حتى ولو ما يقولش الإنسان أنا ما حصلت على الأول يكفيك أنك عندك دولة مستقرة عندك دولة فيها الأمل عندك فيها الحريات عندك فيها وما فيش طبقية في الجزائر وهذا هذا الشيء ما يعرفوش إلا اللي يفقدو إلا اللي يكون خارج خارج الجزائر يعرف أنه ما هي الجزائر حتى أنه بعض المظاهر وصور اعتدنا على رؤيتها لم نرى هذه الصناعية لو هي تشويه المنظر العام بالملسقات يعني حتى تكون في أماكن غير مخصصة لها ونقل ذلك إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت يعني تقريبا كل يوم متابع خارجات المترجحين أي أثر وتأثير لمواقع التواصل الاجتماعي اليوم لاحظ أنا دائما كنت من الطلابة ولا في المحاضرة اللي نلقها قل لك اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل تشكل يعني السلطة خامسة وتفرض رأيه أنا أقول العكس تماما يبقى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التعفيف وما ينفع هو الحقيقة هو النزول إلى الواقع لأن المتلقي كمواطن جزائري في جانت ولا في تيسمسيل ولا في تيارت ولا في بومردس ولا في أقبو لما تتكلم مع هفاس هفاس وتزوره أنا مشيت لأقبو مشيت لبجاية في الحاملات الانتخابية لما تتكلم مع هفاس هفاس وتدلوه أقدر يسمع لك يسمع لك ويستجيب أما أنك تروح أنت الوسائل التواصل الاجتماعي وقلت لك بلي المجتمع الجزائري بلغ من النضج يعني كبير ما صبحش يعني يتقبل كل شي وسائل التواصل الاجتماعي نعرفه بأنه كين دي فو كونت كين دي كونت مفبركين كين هناك اللي يتكلم معك غير ظاهر ما تعرفوا شو كون هو يعني كثير من 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 يقف من وراء التواصل الاجتماعي غير موجودة في الجزائر هي في دول ربما في أوروبا الشرقية ربما في دول جوار ولكن لا عندها تأثير إذا كان المواطن يتقبل هذه الأفكار بدون ما يعرف المصدر مستحيل يكون عنده لكن اليوم عرف بأنه هذه وسائل التواصل الاجتماعي ربما للتفاهة للترفيه ولكن تأثير على السلوك الانتخابي ما يكونش تأثير لأنه ليس لديها تأثير ليس لها تأثير خاصة مع هذه الحملة المكثفة هذا المرة الدوزاج في الحملة كان قوي كان نزول قوي من الأحزاب من المترشحين ونشوف بالليك كين وعي هذا المرة يعني الناس فعلا رمسخرة لإنجاح العرس الانتخابي الحملة الانتخابي إذن تدخل أسبوعها الأخير هي مرحلة مضاعفة المجهودات الاتصالية يعني مرحلة الحزم اليوم هو المطلوب من المترشحين الثلاث المترشحين كين حاجة لازم الوعود تكون قابلة للتطبيق لأنه كما قلنا في التسويق السياسي في الاتصال السياسي السياسي عنده بضاعة يبيع فيها في البرامج اللي يسوق فيها وعنده السوق هذا السوق اللي يتمثل في الشعب المتلقي اللي عنده الحق في الانتخاب إذن إذا بعتوا سلعة مغشوشة راح وراح يحسبك عليها سونر أو ليتر يعني قريبا أو بعيدا لازم هذا الوعود تكون قابلة للتطبيق ما نقولك شانا نبني لك يعني كما يقول الشعب المثل الجزائري نبني لك الجنة في ألف اللوس لازم نعطي لك برامج قابلة للتطبيق لأن الجزائر اليوم المواطن الجزائري كما قلت لك عنده وعي كبير بأنه إذا جبت له حاجة ما تقدشت أو يضحك تكون رد الفعل يكون سلبي أما أنك تجيب له أمور قابلة للتطبيق برامج سكنية تطوير الاقتصاد اليوم الريهان هو الاقتصاد الريهان هو كسب العملة الأجنبية الريهان هو البحث عن ما يبحث عنه المواطن هو الصحة الرعاية الصحية التعليم جيد الأمن توفر طرقات توفر الولوج للمعلومات للإنترنت تدفق لإنترنت الهائل وهذا ما شفته في المترشح الحر عبد المجيد تبون وعد بتوفير أقمار صناعية وهذا رح يقلب المعادلة في الإنترنت وهذا ما يبحث عنه الشباب ما يبحث عنه المؤسسة الاقتصادية إذن هذا الأمر قابل للتطبيقها في الواقع هي اللي يكون عندها تأثير إيجابي وهذا ما يتمنى المواطن المواطن ما يطلب لك شي يقول لك أنا ديني يعيش في اليابان ولا ديني يعيش في أمري يقول لك بمؤهلتي الموجودة في الجزائر خليني تكون عندي سياحة متطورة على حسابي أنا سياحة خاصة بالجزائريين وليس سياحة يعني افتراضية يقول لك عطيني اقتصاد باش نعمل وفر لي سياحة نشريها وفر لي تعليم ونخلص وفر لي صحة وفر لي إذن لازم المترشحين تكون عندهم برامج واقعية وليست افتراضية أو مستوردة يقول لك أنا نروح ننكري لك نردكم كاليفورنيا نديلكم نعم لازم نتكلم بمعطياتنا الحقيقية وما هو موجود وما هو موجود وكيف نتطور من موجود وكيفش من المعطى اللي عندنا أدام السميث يقول لك الاقتصاد هو فن إدارة الندرة كيفش تخلق من ندرة تخلق اقتصاد وهذا ما يتمنى كل جزائري مش يطلب أنه يكون لازم يكون تقارنه بأي أجنبي ولا هو واقعي يستند على مطاياة حقيقية طيب كنت أعطيت الآن مثال بقطاع السياحة لكن ما هي أيضا بالإضافة إلى قطاع السياحة ترى أنه القطاعات اللي يجب إحداث التورة فيها اليوم من بينها قطاع السكن الجزائر تأخذ معركة السكن وهذا السكن بيت لأنه طابع الدولة طابع اجتماعي توفى الدولة ملزمة على توفير السكن وتوفير الصحة كذلك المجتمع الجزائري أو الشعب الجزائري يريد منظومة صحية تستجيب للتطور الهائلة لأنه شعب يزيد كثير مليون نسمة في السنة إذن هذه المعطيات الموجودة الآن غير قابلة لتطور نمو ديموغرافي الجزائري المجتمع الجزائري كذلك يبحث على منظومة تعليمية تربوية ثان تستجيب وتطلب التعو يبحث على كذلك الرياضة لأن المجتمع يحب الرياضة ومجتمع رياضي بطبعه إذن يبحث على تطوير هذه القطاعات يبحث على كذلك الفلاحة لأن الفلاحة هي الرهان اليوم الرهان الحقيقي كل الناس تتكلم ممكن جوائح أخرى رح تجي أكثر من الكوفيد والدولة التي لا لديها أمن غذائي خاص بها ستكون قبقا أو أدنى في المستقبل لذلك الدولة التي تأمن الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي كذلك ورهان آخر للمجتمع الجزائري يريد الماء يريد خاصة ونحن منطقة معروفة بالجفاف لازم نكونوا صريحين مع بعضنا لازم نتوجه وهذا تكلم عليها المترش على الحراب المجتمع في كثير من المرات التوجه نحو تحلية المياه وهذا هو التوجه الحقيقي حتى الجامعات البحوث الجامعية لا يبد أن تتوجه نحو تحلية المياه لأن فعلا الجفاف يهدد المنطقة وعندنا مساحة كبيرة 1200 كم على ساعة بالبحر إذن كان عندنا مقاومات وكان عندنا مؤهلات كل هذه يتمنها المجتمع الجزائي طيب إحداث ثورة في هذه القطاعات كذلك يستند إلى أرقام حقيقية اليوم لازم نعاني من إشكالية الإحصائيات والأرقام الدقيقة في عدد القطاعات ولكن هذا ما يشكل خطر بالنسبة للدولة الجزائية الدولة الجزائية عندها مقاومات وعندها مؤسسات تقدر توظف هذه المؤسسات وتحصل للأرقام الحقيقية أنا أقولها لك لأن الدولة لما تريد تستطيع ما فيش نقاش خاصة الدولة الجزائرية قبل الخطام أترك لك الكلمة الأخيرة دكتور هدير والله كلمة الأخيرة نصيحتي لكل شعب الجزائر الذي يشوف هنا وكما يقول الحظر يوصي الغيب والغيب يوصي الحظر هو التصويت هو التصويت وبغض ما نبقى ونستمع على هذا الصور النمطية أنا بطيت وما داروا لي ويلو أنا درت أنا صوتي ما دير صوتك يصنع يصنع الفارق وهذا أضعف الإيمان إذا واحد انتخب ويعرف من ينتخب فهو مسؤول على هذا الصوت لأنه يقدر يغير في المعادلة جزيلة شكر لك الأستاذ الأستاذ الإعلام بالمدرسة الوطنية العليا لصحافة علومة الإعلام دكتور محمد هدير أشكرك مجددا على المشاركة في هذا المقاش أنا ليش شكرك على الاستاذة شكرا